السلام عليكم شباب معكم ديسنجر أول جدي في هذا الفيديو راح اتكلم معكم عن تحديثات اللي صارت على الأسلحة كامبل بالتفصيل واعدكم كشه يتبون تستفيدون منه في هذا التحديد خليكم مع لي هات الفيديو وإن شاء الله تستفيد وطبعا راح بتدي معكم بأسلحة الأوتو ريفلز طبعا أوتو ريفلز تغير فيهم ثلاث أشياء الشي الأول عندك أسلحة low rate of fires مثل عندك ستوس رجيم أحسن مثال زاد ودمج بنسبة 2.3% وعندك الـ high rate of fire الأسلحة الأوتو ريفلز high rate of fire مثل زي عندك الدكتورين أوف باسنج أوتو ريفل مال أوسيروس ضعفوه بنسبة 2.5% هذا شيء في الأوتو ريفلز والثالث الـ hip fire زاد وخلوه أفضل زادوا الدقة في الـ hip fire إذا ما تعفشون الـ hip fire إما تطلقوا بدون ما تزوم هذه هي الـ hip fire فزادوا الدقة فيها وخلوها أحسن من أول بس ما حطونا أي نسبة وراح نجربها إن شاء الله الفترة الجاية والسلاح الثاني اللي رح نتكلم عنه شباب البولز ريفلز البولز ريفلز زادوا فيه الدمج بالأسلحة low rate of fire بنسبة 3% low rate of fire مثل the messenger spear change هذا الأسلحة الطيبة اللي كنا نلعب فيها أول زادوا الدمج بنسبة 3% هاي 3% سووا شيء كبير صار السلاح يحني اللعب فيه مو مثل أول فإن شاء الله فترة الجاية رح نلعب فيهم ونجربهم واحد واحد وعطيكم رأي فيهم ونشوف شنو أفضل سلاح موجود حاليا واللي بعد السلاح رح يكون معاني الهند كنون الهند كنون تغير فيه شيء واحد زادوا كمية الأيمو اللي في السلاح بس هذا اللي تغير فيه يعني ما تغير فيه شيء كبير بس الأيمو زادوا واللي بعد رح يكون معاني طبعا الشتقن الشتقن يا حبيبي والله عشك الشتقن في اللعبة المهم كمية الأيمو قللوها في الأسلحة يعتمد من سلاح إلى سلاح وعلى حسب الدروع اللي حاملها فقللوها بشكل كبير حدك أتوقع تحمل 14 طلقة إذا ما خبضني يبيلي أتأكد إذا تزيد دروع كلهم فيهم أمو شدقا كم تقدر تحمل بس إذا ما خبضني شوفه مو متأكد مئة بالمئة يعني لا تسجلونها علي هذي لقون اوه قال ندقلت أنت بس 14 طلقة أتوقع بس 14 طلقة هذا اللي صار معي فطبعا شباب راح أتكلم معكم عن سنايبرز الحين طبعا السنايبرز جاله نرف عنيف الصراحة بالنسبة لي أنا شوفه عنيف مو مثل أول خلني أعقيكم كل شيء بالتفصيل وعطوني رأيكم في كومنت تحت الشي الأول الأمو قللوه بشكل كبير في كل الأسلحة مثل صافة الشتقن قللوه كامل هذا سنايبر قللوه كامل بنفس المستوى بمع الثاني مرح تقدر تحصل أمو كفير مثل أول يختلف طبعا كل سلاح عن الثاني يعتمد على حسب المشطل اللي عندك على حسب المخزون كل هذا يعتمد على السلاح بس المهم قللوه الشي الثاني عندك lowest zoom scoops مثل عندك end push عندك long view عندك short gaze هذا خلوه فيه الزوم أقرب شوي يعني زادوا فيه الزوم مو مثل أول عندك medium to long range scoops مثل السكوبات اللي تخليك تشوفه آخر الدنيا هذي ما لمسوها أبدا ولا غيروا فيها أي شيء الشي اللي بعده زادوا فريمين في وقت التصويب في السنايبر فريمين شنو سافتهم شنو سافت هذا الفريم بالعربي لما تصوب السنايبر يكون أبطأ من أول تشوفه في النظر هذا يمكن يختلف معك في الكوزكيكستكوب يمكن يكون أسهل يمكن يكون أصعب بس أتوقع لك اللعوب بالسنايبر ومتمكنين بالسنايبر بشكل كبير هذا الشي راح يضرهم ورح يحسونه بقرفة شوي فاللي بعده عندك سنابشات برك على السنايبر قللوا فيه من سرعة البرك من 30 إلى 20 إذا ما تعرفوا شو سنابشات اللي خليك تصوب بسرعة أول كان يعطيك 30% سرعة الآن صار يعطيك 20% واللي بعده طبعا قللوا استابلتي في السلاح أو زادوا الركويل نفس الشي بس بمفهوم ثاني المهم خلوا السلاح سنايبر غير ثابت مثل أول لما تطلق تشوف السنايبر رح فوق بعدين يزل تحت وفوق هذا كله في برك اسمه زين مومنت اللي يخلي سنايبر ثابت زادوه من كل الراير وانكمن سنايبر من هل يستخدم رير وانكمن أنا ما قدري يمكن في سنايبر كده قاعدة حال جنب الناس يستخدمه بس هذي الخاصيتين شعلوهم من الراير وانكمن ما لا يحس شي ابو كلب الله يهديكم يبينجي المهم شباب بعضونا رايكم في الكومنت تحت شون رايكم بالسنايبر بعد التحديث هل تحسونه شي صار زين كان يعني تحسونه وسط مع جميع الأسلحة او تحسونه ابو كلب مع ان انا حس ابو كلب بس يعني يضل ابو كلب اعطونا رايك وشبابكم انتهت الان بس اللي اشوف هذا الشي لو انتم تشوفون هذا الشي والسلاح اللي بعده راح يكون معنا فيوجن رايفل طبعا فيوجن رايفل تعدل في شيئين الشي الاول زادو الثباس بالسلاح او قللوه والركويل فيه بالنسبة 40% اتوقع فيوجن راح يكون شي جيد هالفترة هذا يمكن ان اشوفه شي جيد اتوقع طبعا زي ما قدت لكم سنجرب كل سلاح نعطيكم كل شي عنا وان شاء الله كشب التفصيل وشي الثاني بعد اسلحته فيوجن رايفل ما لسنة الثانية السكوب اللي حقها كان ابو كلب صلحه فيه مشكلة هذا الشي ان الوحيدين بس ان نزادو الثباس في السلاح اتوقع بلا نسي راح يسوي شغل جيد يا عيالي نجرب والسلاح اللي بعد راح يكون معا عن السايد ارمز اتغير في شي واحد اذا كنت تحط سايد ارم حق تحصل امو تموت تتبديل السلاح السنايبر وتلعب فيه هذا الشي ما راح يصير بعد اليوم لانه تعدل فحركات السنايبر قديمة اللي ناس تسويها في ترايز اوفي سايلس تلعب بالسايد ارم بعدينه تموت وتتبديل السلاح وتحط سنايبر وتلعب سنايبر عنده امو كثير ما راح تمشي بعد اليوم وطبعا السلاح اللي بعد راح يكون معنا ماشين جانز انا ما ادى يساوه اعدلوا فيه بس نعطيكم شنو اللي صار الشي الاول كان فيه قليتش انك تعب اللايت ماشين جان بانفي الانتوري بحركة ماذا المهم شكل في كل سبول كان فيه قليتش تقدر تعب اللايت ماشين جان بالامو الموجود عندك وصلحوه ما توقع هذا قليتش انت يشاربه ما ادري انا ممتكد ان فتادي قطاع الدستيني وفيه ناس كانت تتسوي حركات هشك بشك من ورانا المهم وشي اثناني قللوا الامو في اللايت ماشين جانز كلهم كلهم بدون استثناء نزلوا الامو فيهم ما انا ما كان حسن الامو فيه كثير بشكل ذاك زود ان الناس قامت تشتكي منه بس نزلوا نزلوا هم شي اثنون نزلوا فطبعا سلاح لا تكلمت عنه حاليا السود السود كان فيه قليتش انه تقدر تصد بقليتش بس حاليا نصلحوه وما كان يجيك دامج اصاصا المهم فهذا القليتش تصلح واللعب حاليا تغير شكل كبير ديستيني صارت كأنه اللعبة جديدة في اللعبة قديمة يعني راح نجرب لفترة الجاي الاسلحة كلها ونشوف شنه وضعها طبعا خطتي لفترة هذه القناة فعن ديستيني راح اتكلم عن كل سلاح راح نلعب بالبوست ريفوز كلهم واحد واحد راح نجربه ونعطيه تقييم وراح نشوف الاسلحة الاكسوتيك الاسلحة الليجندري وراح نشوف الاشياء الممتاز لان الواحي السهل يتكلم عنها وتغيرت بشكل كبير الى الاحسن او الاسوأ بالتفصيل فهذه خطتها للفترة الجاية ان شاء الله القناة وان شاء الله تعجبكم اذا عندكم ايش يتابون نتكلم عنه في ديستيني اكتب ليها في الكمانت تحت ان شاء الله ما اقصر معاكم لان هنا التحديث ما في اشياء كثيرة غير ان الكروسوبل واسلحة تغيرت فيه بشكل كبير وعندك برزن اوف الدر الصراحة ابو كلب مرة مرة سهلة نايت فول اصعب منه اذا انت ما لعبت من جد ترى نايت فول اصعب من برزن اوف اولدر اصعب من جد يعني الصراحة مسخرة فان شاء الله الفترة جاي راح تكلم عن اسلحة في الكروسوبل كل شيء بالتفصيل اعطوني الاسلحة اللي تبونها اعطوني الاشياء اللي تبون تتكلم عنها ان شاء الله ما قسم معاكم فالفيديو جاي راح تكلم عن اسلحة الاكزوتك ولا بعدها ما اعذر شنو راح ابتدي فاي صح راح تكلم عن الشخصيات وشنو تغير فيها بالضبط عندك الورلوك تغير فيه اشياء كثيرة من ناحية السابقلاس تغير بشكل كبير فاتمنى شباب عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك في السبسكرايب ولا تنسون الشير لان الفترة هذه الصراحة قناة في انفجاره صراحة ما قسمتون شباب يعطيكم الف الف عافية والله ما قصرتون وحوش والله وحوش فانشوكم على اخير الفيديو جاي سلام عليكم